السلام عليكم ساكي شباب لكل الناس اللي منتظرة لعبة باتلفيلد موبايل اقدروا لكم اللعبة جماعة نزلت وتقدر تحملها على طول لكن يا شباب في حاجة مهمة لازم اقولها لكم ان الحاجة الوحيدة اللي انا مش فاهمة لغاية دلوقتي ليه شركة كبيرة زي اي اي مش عارفة تعمل لعبة خاصة بالموبايل تلق بينا احنا كلاعبين اللي منتظرين اللعبة بفرغ الصبر بقالها فترة وقفة ومنتظرين ان اللعبة تنزل وتكلمنا عن النسخة الاولى وقلنا ان اللعبة دي مليانة مشاكل زي الجرافيك ومضمون اللعبة اساسا والاسلحة والشخصيات واخلاف ويعني حاجات كتيرة جدا كانت فيها مشاكل في اللعبة المفروض ان الفترة اللي وقفت فيها اللعبة دي المفروض ان يكون في تعديلات وتحسينات على اللعبة ده ده المفروض اي حد بيعمل لعبة وعمل اول نسخة بيتها والنسخة المفروض النسخة اللي بعدها بيبقى فيها تعديلات على النسخة الاولانية لكن انا لحد دلوقتي انا مش شايف اي حاجة اساسا اتغيرت بل بالعكس يمكن كتوا النسخة الاولانية كويسة لحد ما. دلوقتي هي النسخة انا مش شايف اي حاجة ولا جرافيك عدل. انا جايب اعلى جرافيك معلها برضو ده جرافيك ده انا جايبه اعلى جرافيك عامله واعلى فريمات واعلى كل حاجة اللي الموبايل معي يعني اساسا اه قوي. فمعلي كل حاجة فيه. وبرضو اللعبة زي ما هي مفاش فيها اي حاجة. ده ده لو لعبة عشوائية والله هتشتاق بقى تبقى احسن من كده. انا لغاية دلوقتي مانيش عارف اساسا مضمون اللعبة ايه. هو عبارة عن مجموعة هنا راح تضرب المجموعة اللي في الجنب التاني. بس ما فيهاش اكشن. ما فيهاش بقى حركات زرار التحكم تعبانة جدا. اه ما فيهاش يعني حاجات كده تخليك انت انت بتلعب بلعبة انت مبتلعبش لعبة عشوائية. بل لو لعبة عشوائية هتبقى احسن من كده. انه فيه العاب تانية يعني افضل من ديب كتير. بتنزل كده مطورين بقى لصة صغيرين. وعم نلعب احسن من كده من اليوم مرة. انا مش فاهم ازاي يعني ليه بتحقوا علينا مسلا بلعبة زي دي انا مش فاهم بصراحة. عموما يا شباب اللعبة انت ممكن تحملها وتنزلها وتسجل فيها. انا مسجل بالرابط اللي هو والاميل الخاص بالاي ايه ايه. بالشركة ايه ايه. لو انت مسلا في مشاكل عندك اه معرفش تسجل بجوجل بلاي ولا فيسبوك ولا اي حاجة من دي. انت ممكن تعمل ايميل على الاي ايه وتعمل وتسجل بيه عادي مفيش في مشكلة خالص اللعبة تخش معك على طول. ومش هتحتاج في بي ان اللعبة شغالة عادي من من غير في بي ان وتشتغل عادة على اي نوع موبايل. تمام? اه طبعا الفيديو المقطع الاولاني ده كان بداية الفيديو اللي هو اساسا يعني هما في الاول ما بتحمل اللعبة بدخلك كده على زي نظام تدريب في اللعبة. دي بقى اللعبة نفسها. انا اللعبة طبعا فصلت منه اكتر من مرة. يعني اللعبة فيها لجات كتير جدا. تفهمش بقى يعني ايه السبب يعني السبب منهم هما ولا اساسا. بس الواحد مش عايفه قول السبب منهم ازاي ده شركة كبيرة يعني. مفروض ببقاش السبب منهم. بس اللعبة فيها لجات كتير. وفصلت منه اكتر من مرة يعني. اه معلش بقى الواحد يعني منفعل شوية انا واحد يعني من المحبين لعبة كول بدوتي اساسا فهمت ازاي فانا كنت منتظر لعبة يعني تكون افضل او احسن او حتى في نفس المستوى مش مشكلة بس لما لقى يعني بص كده بص يا جماعة بص هنا كده اتلقى الراجل الواحد واقف اللعبة واقفة كده مع نفسها يعني على طول ده يعني انت شايفين كده الراجل واقفة مفيش يعني فهم زي كله واقف في مكانه اللعبة على طول كده بقى فصلت منه اكتر من مرة وانا بالوضع ده كل ما اجل لعب الاقي اللعبة كده لاقي الناس كده واقفة وبتجري جنب الحيطة وخلاص يعني مش فاهم يعني المفروض يعني دي لعبة كبيرة يا جماعة بات الفلد دي مش حاجة قليلة يعني والواحد كان فعلا منتظرها من بدل انا كنت مفكر ان اللعبة ده هتطوع بعد الهجوم الكبير اللي اتعامل عليها انا قلت اللي اللعبة دي هتبقى حاجة تانية وشكل تاني خالص يعني انت تشوف من الصور والحاجات اللي هم بينزلوها تقول ان اللعبة خلاص يعني حاجة جمدة واللعبة كل شوية تفصل يعني فاهم مشاكل كتير يعني ما ما فيش اي تعديل حصل انا شايف من وجهة نظري ان ما فيش اي تعديل حصل في اللعبة خالص المهمة شباب رابط اللعبة هتلقوا موجود تحت في الوصف الا حابب يحمل اللعبة وبتنسو نوش يا شباب بالدعم اللايك والاشتراك في القناة بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام